موسيقى نشرة أخبار منتصف الليل من الوطنية الأولى والبداية بالعنوين المصادقة على سبعة أوامر رئاسية ذات سبغة اقتصادية خلال مجلس الوزراء والرئيس قيس سعيد يؤكد أنه لا يوجد شخص أو تنظيم فوق القانون اضطراب التزود بالماء الصالح للشرب وانقطاعه بعدد من مناطق ولاية بن زرد بسبب عطب على مستوى قناة الجلبة الرئيسية للمياه واستئناف التزويد تدريجيا بداية من اليوم الجمعة وعدد من المخابز العشوائية ترفع في أسعار الخبز والغرفة الوطنية لأصحاب المخابز تعتبر ذلك غير قانوني وتدعو إلى تكثيف الرقابة تحية طيبة لكم جميعا أهلا بكم خلال مجلس الوزراء الذي خصص على التداول والمصادقة على عدد من المرسيم تتعلق بالمجالات الاقتصادية والتعاون المشتركة أكد الرئيس قيس سعيد أنه لا يوجد أي شخص أو تنظيم فوق القانون وشدد على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب في كل المجالات محذرا من محاولات ضرب الدولة من الداخل خلال إشرافه على مجلس الوزراء قال رئيس الجمهورية أن ما يحصل منطرف بعض الجهات سواء في الداخل أو الخارج غير مقبول على الإطلاق مشددا على أنه لا يوجد أي شخص أو تنظيم فوق القانون على حد تعبيره لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو أن يتبنى أراءنا لم نلزم أحدا بأي شيء ولكن نلزمهم بتطبيق القانون وليس هناك أي شخص أو أي تنظيم يمكن أن يعتقد أنه فوق القانون وفوق الدستور كما أكد رئيس الدولة قيس سعيد أنه قد تم توفير كل الضروريات للقياد بحركة النهضة نور الدين البحيري المضرب عن الطعام وليتذكر من خانتهم الذاكرة أن الذي يضرب على الطعام اليوم تم الحكم عليه بعدم سماع الدعوة في سنة سبعا وثمانين وهو الذي أمضى المثاق الوطني في نوفمبر من سنة ثمانا وثمانين ولم يقع تتبعه إطلاقا ولا أريد أن أتحدث عن أموال الطائلة والتجاوزات التي حصلت من عدد من الأشخاص المحيطين به ومن الأشخاص الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية رئيس الجمهورية أكد أيضا أنه لا وجود لدولة القضاة بل هم قضاة الدولة على حد قوله هم قضاة الدولة وما أسمعه وما أقرأه وما أحتكره وأزدريه في نفس الوقت وأن يتحدث قاضا عن الانقلاب ما دخله في مسألة الانقلابات أو غير الانقلابات واجب التحفظ وواجب الحياد يقتضي أن يلازم السمت ويطبق القانون بكل أمانه وخلالها كلمته أعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم النظر في مرسوم الصلح الجزائي في الأيام القليلة القادمة كل من أجرمه في حق الشعب التونسي في المجال البيئي في المجال الصحي في مجال التعليم في كل المجالات هم يحاولون ضرب الدولة من الداخل ويعتقدون أنهم الدولة الدولة لها مؤسسات ولها قوانين وفيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية شدد سعيد أن المبلغ الوحيد الذي تم إنفاقه لا يتجاوز خمسين دينارا وقلت للهيئة العليا التي من المفترض أن تكون مستقلة لا أن تكون أداة لعدد من الأشخاص قلت لهم أن هذه الصفحات التي لا أستعمل أصلا لا تلزمني ولا أعلم من وراءها وقد تم خلال مجلس الوزراء المصدق بعد التدول على مشروع مرسومة رئاسية يتعلق بالمؤفقة على اتفاقية المقر بين تونس والجهاز العربي للاعتماد الموقع بتونس في التاسع من مارس الماضي إلى جانب سبعة مشاريع وميرار رئاسية تتعلق بمجالة اقتصادية وتعاون مشترك في تطورات الوضع للوبئي ظهور حالة جديدة بمتحور أوميكرون في ولاية سوسا استوجب اجتماعا عاجلا للإدارة الجهوية للصحة لتدارس الوضع الوبئي الدقيق وسط مخاوف من انتشار سريع للمتحور ودعوة لضرورة الالتزام بأتمام التلقيح لمن لم يتم بعد تلقيحهم ارتفاع في نسب التحاليل الإيجابية بفيروس كورونا في ولاية سوسا والمدير الجهوي للصحة محمد المزوني الغذباني يؤكد إصابة أكثر من ست حالات بمتحور أوميكرون مشددا على ضرورة مواصلة الالتزام بوسائل الوقاية سجلنا ارتفاع في عدد الحالات ارتفاع ملحوظ واللي بالنسبة لتودانسيدونس اللي كان نزل في الأشهر الفارتة واللي انخفضه وكان أقل من عشرة لمئات ألف ساكن توا على الغالب معلتها تلع شوية ولا أكثر من ستين لمئات ألف ساكن كيف كيف لاحظنا اللي تودو بوزيتيفتي ارتفع شوية كان في حدود ثلاثة وخمسة في المئة توا ارتفع وتجاوز العشرة في المئة سجلنا عدد حالات تجاوزت الخمسة وستة بالنسبة الأوميكرون لكن احنا متأكدين العدد هدايا معناتها أكثر بالنسبة موجود في البابلسيون أكثر من هذا الحالات اللي قاعدين نشوفها توا ما هيش حالات اختيرة برشا ما هيش حالات اختيرة برشا لكن هذا ما يمنعش أنه معناتها دعوة للمواطنين باش يلتزموا بالتبعد الجسدي بغسل الأيدي باش يتجنبوا الاكتظاثات الكبيرة باش يستعملوا الكمامات وسرتو سرتو الناس اللي ملاقحتش باش تواصل التلقيحة متاحا أهل الاقتصاص من القطاع الصحي في ولاية سوسا اجتمعوا لتحديد الأولويات ومدى جاهزية المستشفيات في صورة تطور الوضع الوبائي ومع تهم حظرين الواحنا صحيح اللي البرسونال بتاعنا تعب شوي لكن إن شاء الله الموجة هذه ما تكونش قوية برشا حظرين زادا كيف دعمنا البرسونال مع تهم نشكر الوزارة اللي بالنسبة للمتعاقدين تم تجديد العقود هذه بتاع مدد ثلاثة شهور وإن شاء الله معناتها الموجة هذه ما تكونش مصحوبة بحالات خطيرة مؤشر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وعدد المقيمين يشير إلى موجة خامسة يؤمل أن تكون أضرارها أقل وطأ إذا ملتزم الجميع بالبروتوكول الصحي وأتم التلقيه وفي تطورة الوباء في العالمة فدت منظمة الصحة العالمية أن معدل الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بـ 71% خلال الأسبوع الماضي وهي نسبة وصفتها المنظمة بيتسونامي مع انتشار متحور أوميكرون الجديد في أنحاء العالم وحذر مسؤول طورة في منظمة الصحة العالمية بمنطقة أوروبا من أن الارتفاع الحاد بالمتحور الجديد يمكن أن يزيد من خطر ظهور متحور جديد أكثر خطورة أدى وزير الشؤون الاجتماعية ملك زاهي الخميس زيارة إلى عدد من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمنطقة حي التضامن بالعاصمة حيث أصغى إلى مشاغلها وقدم مساعدات مدية وعينية لفائدة عدد منها وكشف الزهي على هامش الزيارة أنه يتم العمل على وضع برنامج اجتماعي مشترك بين كل الوزارات المتدخلة لوضع حد لمظاهر التهميش والإقصائي والحيف الاجتماعي كما تعهد بالتنسيق مع المصالح المحلية بحي التضامن بتهيئة أرض على ملك بلدية التضامن لتكون فضاء ملائما لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية لشباب التضامن بناء على مطالبهم زيادة في سعر الباقات تم إقرارها بصفة فردية من قبل أصحاب عدد من المخابز ما أثار حفيظة المواطنين الذين تفجأوا بهذه الزيادة وتسألوا عن مدى قانونيتها وعن دور فرق المراقبة الاقتصادية أمام مثل هذه التجاوزات هي التسعيرة الجديدة التي اعتمدتها عدد من المخابز بزيادة أضحى بمقتضاها سعر الخبز باقات بـ 250 مليمان بدل 190 مليمان التسعيرة القانونية البعض تفاجأ بهذه الزيادة الغير قانونية فوجد نفسه مجبرا على اشتراء قوت يومه وعائلته فيما ظل آخرون يبحثون عن مخبزة تبيع بالسعر القانونية فهي زيادة اعتمدتها ما يقارب 800 مخبزة عشوائية بكامل جهات الجمهورية رفقها تقليص في ميزان الخبزة بقرابة 70 غراما الباقات طوى اليوم اكسبت سنوة مخبزة بـ 250 خلافا عادة ما تدري ما جي نشر من هون بـ 200 مسألته قال لي اخويا هذي كوشة سبيسيال اوكا عطار شفتو اذا بيع في الباقات بـ 200 واذا بيع بـ 250 عليش انتي ما تفشيش نشتريه بـ 200 ومتخفها لخليها هذي تقعد له الباقات انتي او تقعده يرجع يبيعها بـ 200 اما احنا بيدنا احنا نخلو فيه يزيد راو مدام احنا قاعد ينشروا من عنده ومش بش يزيد لا ما ناخدوش نقعد للشر وما ناخدوش ناخد السميد ونعمل خبز للروحي وما نعمل منستعملش الباقات طوى عـ 250 ما نقدرش عليه خطر عائلة مش مش كفاهة 250 جديه في ازي ما ينشتريه مش خليهم للشر ما عندي ما نعم لا نقعد لوج من كوشة لكوشة بش نلقو الخبز بـ 200 فرنك ما نلقاش 200 فرنك ما نجريش شنية الخبز في شاهي بدأ عنده عائلة ستة سبعة من الناس همني ياخذها بـ 250 شنو وباقات مش معنى طريقين كي من كي نقبل صغير هي كلها اينا قتيدك باقيت في الفتور وقتيدك في العشاء أصحاب هذه المخابز العشوائية قالوا إن الزيادة جاءت لتلبي مصاريف الزيادة في سعر مادة الفرينة التي يستخدمونها كنتار زادوا عشرين داك كنا ناخذفها بـ 52 ألف وما ناشم دعمين طوى صبعة اليوم بـ 72 دينار رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز أكد أن عددا من أصحاب المخابز العشوائية قاموا من تلقاء أنفسهم بإقرار زيادة بـ 60 ملي من في سعر الخبزة وهو أمر غير قانوني داعياً السلطات المعنية إلى تدعيم الرقابة وإيقاف هذه الممارسات الخبز اللي نخدم فيه أحنا فيه 222 جرام بسعر 190 ملي هم عملوا خبز فيه 150 جرام برك باقي ملقوا شرواحهم يلقوا بشيجيب زيادة غير قانونية بصفة فردية قال معها رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز إنه لا زيادة في سعر الخبز وإن تسعيرته 190 ملي من لا زيادة في السعر في السوم ونعطيك معلومة مشتحية بيش يقولوا واحد يقول بـ 500 أو بـ 600 أرى الخبز خط أحمر قرابة 900 ألف خبزات تلقى يومياً من قبل 3500 مخبزة في كامل جهات البلاد في وقت تعرف فيه أسعار هذه المادة الأساسية زيادة بصفة فردية من قبل بعض المخابز وهي المفارقة شهدت عديد المناطق بولاية بنزرت أمس الخميس اضطراباً وانقطاعاً في التزود بالماء الصالح للشرب بعد عطب مفاجئ على مستوى قناة الجلب الرئيسية للمياه من محطة المعالجة بيماطر ما عجل بتفعيل المخطط الجهوي لتنظيم النجدة من أجل معالجة هذا العطب وإصلاحه جمل الإنقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب ثلاثة عشرة معتمدية من ولاية بنزرت وذلك نتيجة عطب على مستوى قناة الجلب الرئيسية للمياه من محطة ماتر والتي يبلغ قطرها متراً واحداً وخمسة وعشين سنتيمتراً ولد تحوله إلى مكان العطب أكد ولي بنزرت سمير عبداللاوي استئناف التزويد بصفة عادية في أجل أقصى الليلة القادمة حليل الفاصلة ما بين الأربع والخميس ثلاثة نصب العصباح الكندويت بتاع الماء على مستوى مدينة ماتر معانتها صار له تكسر مشكورة معانتها كل أطراف للدخلة باش الرجعوا معانتها غدوة ثلاثة نتعلى شيء يبدل الماء معانتها الكندويت مسودي ويرجع الماء معانتها ويرجعون الماء معانتها الليلة الجاية بحول الليلة يبدل الماء في كامل وليت بنزرت معانتها على أحسن وجه تشهد عملية إصلاح العطب المتسببة في انقطاع التزودي بالمياه عن عدد من معتمديات وليتي بنزرت استنفار أعوان الحماية المدنية وفرق الصيانة التابعة للشيطة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نفرغ في الكندويت وممتع عنا طوى إيكيب أخرى عرفنا شنية مش نعملوا كيفاش مش كنت نتم العملية الإصلاح عنا إيكيب أخرى طوى في المحطة تحضر في البياس إنو فوق كملنا البياس إن شاء الله ونبدأوا في عملية الحام وإرجاع الحالة اللي كانت عليها كمية الماء هذي كنحاولوا أحنا باش نباشي خرجوهم نحاولو نشخلوها في الزراعات الكبرى تعرفوا كمية الماء الكبيرة اللي موجودة كانت أبقى على الزراعات هذي تنجم نضر المراعب بتالعبات والوزة والزراعات الكبرى دونك حلينها منافذة بتعميها باش نمشي في الكندويت تنجم نشوفوهم في اللي موجود ورانا باش الماء ما يقعونش استغنوني في سير بلاس على الأراضي متالفها وبسبب انقطاع المياه أعلنت المندوبية الجهوية للتربية ببنزرد في بلاغا لها أن الدروس ستتعطل يومي الجمعة والسبت من الأسبوع الحالي بكافة المؤسسات التعليمية الواقعة في المناطق التي شهدت انقطاعا في الماء الصالح للشرب مع دام اعتمدية ماطر التي تتواصل بها الدروس بصفة عادية إلى أخبارنا للدول التي نبدأها من العاصمة السودانية الخردوم حيث تستمر المسيرات المتظاهرين المطالبين بالعودة إلى الحكم المدني وإبعاد الجيش عن الحياة السياسية وسط إجراءات أمنية مشددة وقد أطلقت قوة الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وأغلقت معظم الجسور الرابطة بين الخردوم ومدينتي بحري وأم درمان كما قطعت السلطات الأنترنات وفرضت توقا أمنيا على العاصمة في الأثناء بدأت تتوتر الأسماء المرشحة لخلافة رئيس الحكومة المستقيل عبدالله حمدو في وقت يدعو فيه المجتمع الدولي السودان للإسراء بتشكيل الحكومة وملء الفراغ عقب لقائها عددا من موثلي تنسيقية الأحزاب وتكتلات الليبية في العاصمة طرابلوس جددت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامس التأكيد على أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية تنهي الفترة الانتقالية التي طلت مدتها وفي كازخستان ما تزال الفوضى تعمل بلاد جراء تواصل الاحتجاجات غير المسبوقة التي رفقتها عمل شغب وعنف ذهب ضحيتها العشرة من المحتجين بين قتيل وجريح بسلاح قوة الأمن في الأثناء تم اعتقال نحو ألفي شخص في كبرى مدن البلاد وقالت وزارة الداخلية إن ثمانية عشر عنصرا من قوات الأمن قتلوا حتى الآن في اشتباكات مع المحتجين وفي ظل تسارع تطورات التي شملت أعلن حالة طوارئ بالبلاد وتعطل الرحلات الجوية كليا أعلنت موسكو إرسال أول كتيبة من قوات حفظ السلام إلى كازخستان نختم بهذا الخبر الرياضي أعلنت الجامعة تونسية لكرة القدم أمس الخميس إصابة اللاعب حنب على المجبري بفيروس كورونا ما يعني تخلفه عن رحلة المنتخب نحو الكاميرون لخوض كأس أمم إفريقيا التي تنطلق يوم السبت المقبل التاسع من جانفي لتتواصل إلى غاية السادس من فيفري القادم سيخضع المجبري إلى العزل الصحي على أن يلتحق بالمنتخب في الكاميرون مباشرة بعد شفاءه في المقابل تمثل المهاجم سيف الدين الجزيري لشفاء من فيروس كورونا وسيكون حاضرا ضمن بعثة المنتخب التونسية التي ستسافر إلى الكاميرون إلى التذكير بالعنوي المصادقة على سبعة أوامر رئاسية ذات صبغة اقتصادية خلال مجلس الوزراء والرئيس قيس سعيد يؤكد أنه لا يوجد شخص أو تنظيم من فوق القانون الثراب التزود بالماء الصالح للشرب وانقطعه بعدد من مناطق ولاية بنزرط واستئناف التزويد تدريجيا بداية من اليوم الجمعة وعدد من المخابز العشوائية ترفع في أسعار الخبز والغرفة الوطنية لأصحاب المخابز تعتبر ذلك غير قانوني وتدعو إلى تكثيف الرقابة وفي الختام ليلة طيبة للجميع كنوا بخير دائما إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر